السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم ومباركة على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم النهاردة جاي لكم بفكرة جديدة وان شاء الله تنال إعجابكم هعمل الفكرة بنص كيلو أسمنت من هو الأبيض نص كيلو الأسمنت عامل حوالي 2 جنيه ونص يعني الكيلو كله عامل 5 جنيه بدأت ان انا حطها في وعاء كده واستعمل معلقة انا ما بستخدمهاش وهزود ميا بالتدريج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما العجينة تتعجل معايا انا هنا في المرحلة دي مش عايزة العجينة تكون سهلة معايا وفي نفس الوقت كمان ما تكونش قوية أو جمدة معايا عايزها وسط يعني السيولة بتاعتها تكون وسط انا هنا حسيت ان انا قطرت الميا شوية فهبتدي انزل بشوية من الأسمنت انا بصراحة لقيت الأسمنت معايا محبب بالرغم ان انا شرياء لسه بس حبيت ان انا ننخله علشان ما فيش اي تكتلات تكون موجودة في العجينة اللي معايا كده بالشكل ده هبتدي اصب العجينة في وعاء بلاستيك مدور لو حب ان انت تعمليه بالشكل المستطيل ما فيش مشكلة خالص هحط نقطة من الزيت بتاع الاكل العادي في الطبق واوزعه بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده هصب الأسمنت وده السمك المطلوب او السمك اللي انا عايزا يكون معايا موسيقى هبتدي اهز الطبق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان العجينة تتوقفها وتوزع معايا بالشكل ده طبعا مش عايزة يكون فيها اي تكتلات او ناحية عالية او ناحية واطية وبالمعلاقة كده وهشيل اي نتقات ممكن تكون موجودة في الأسمنت الابيض من فوق بعد كده معايا اكسسوار من الغوايش اللي انتوا شايفينها معايا ده هي غوايش معدن بس هي طبعا اكسسوار مش فضة ولا دهب طبعا هحطها في النص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هحط واحدة واثنين مفيش اكتر من كده ده الشكل بتاعها هسيبها تنشف وبعد كده هنشوف النتيجة ودي كانت النتيجة للأسف النتيجة فعلا صدمتني بجد المفروض ان انا اطلع القالب ده من الطبق مظبوط وكمان مش عايزة اقولكم ان انا عملت الفكرة ده مرتين وبس واضح ان هو كان العيب في الاسمانت اللي انا اشتريته لان المفروض ان القالب يطلع سليم كل مرة كان يطلع معايا متكسر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ما حبيتش ان انا الغي الفكرة تماما ولا حبيت ان انا منزلكمش الفيديو بس طبعا لو هتجيبي اسمانت هتي من مكان مضمون واتبعي نفس الخطوات اللي انا عملتها وان شاء الله يكون حظك افضل من حظي بكتير والفكرة تبقى كويسة معاك للنهاية هنا انا المفروض ان انا لو هو سليم معايا استخدمه كحامل للاكسيسورات حطيت مثلا انسيالات ممكن تحط سلسلة على الغويش بالشكل ده استودعكم الله لازل لا تضعوا دقيقة والسلام عليكم ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة